أهلا بكم تكثف الدولة جهودها لاتخاذ التدابير اللازمة لتوفير السلع الاستراتيجية وضمان مخزونات تكفي لعدة أشهر مع ضبط أسعارها ومن ضمن هذه الإجراءات وفق مجلس الوزراء على تفويد وزارة التموين والتجارة الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع آلية لتسعير الخبز الحر على أن يتم تطبيقها لمدة ثلاثة أشهر وذلك في ضوء تكلفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالدراسة تكلفة إنتاج رغيف الخبز الحر غير المدعم وكذلك تسعيره مجلس الوزراء وفق أيضا على صرف حافز استثنائي لتوريد ونقل القمح بقيمة 65 جنيها ليضاف إلى أسعار التوريد المحددة سلفا وذلك تنفيذا لتوجهات الرئيس السيسي بدعم المزارعين وتشجيعهم على زيادة الكميات الموردة من القمح المحلي لموسم 2022 من خلال حافز إضافي الحكومة واصلت ضخ السلع في المجمعات الاستهلاكية بكميات كبيرة وبأسعار مخفضة وأكدت الحكومة أيضا أن جميع السلع سواء تموينية أو غذائية أو استهلاكية متوفرة في المجمعات الاستهلاكية ويوجد احتياطات استراتيجية تكفي حتى نهاية العام الجاري حملات تم يومية تشنها الأجهزة الرقبية بشكل مكثف في جميع أنحاء الجمهورية وذلك لضبط الأسعار في الأسواق ومن يتم ضبطه بتخزين سلع بهدف رفع سعر البيع في السوق تتم مصادرة الكمية المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين القوات المسلحة كذلك تعمل على توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة بالمنافذ الثابتة والمتحركة من خلال جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وجهاز الخدمات العامة لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين خلال شهر رمضان الكريم وذلك بناء على توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي كما قامت القوات المسلحة بتعبئة وتجهيز مليون حصة غذائية لطرحها بنسبة خصم تصل إلى 60% بمحافظات نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية وذلك انطلاقا من المسئولية الاجتماعية للقوات المسلحة لتوفير كل الاحتياجات الأساسية للمواطنين بالتزامن مع حلول شهر رمضان المعظم وزارة الداخلية تواصل بدورها هي الأخرى تفعيل المرحلة الثانية والعشرين من مبادرة كلنا واحد تحت رعاية الرئيس السيسي لتوفير كل مستلزمات الأسر من سلع غذائية وغير غذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بالنسبة تصل إلى 60% وتشمل المبادرة عددا من فروع السلاسل التجارية الكبرى بإجمالية 993 فرعا على مستوى الجمهورية فضلا عن المنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي للوزارة إذن كان هذا عرضا حول الجهود المتواصلة التي تقوم بها الدولة لتوفير السلع وضبط الأسواق شكرا جزيلا وإلى اللقاء